معك بدر مصدف القرادي. يا مرحبا وسأل فيك بدر. يا الله اخو اتفضل. والله نحنا عندنا مشكلة او معاناة هي. انا من اه كان تداب من مصقف. نعم. انا نقل لك اه معانات ومشكلة اه صيادين اهالي سداب. نعم. اه المشكلة تكمن في نحنا تقريبا من عام الفين ودعش او الفين وطنعش. نعم. لما نشأوا المشروع هو مشروع خفر السواحل. نعم. نعم. قامت الشركة بعمل قسر. هذا القسر يكون اه فاطل بين القوارب والبحر. نعم. المشكلة في لما عملوا هذا الانشاء القسر. اه القسر عبارة عن ارضيتها عن ارضية اسمنتية طب يعني طبية هذا من الاسمنت. نعم. فلما الصياد يبقى ينزل او انه يرفع قاربة ما يتمكن. نعم. لان هذه الطبية صارت طبية زلقة بمعنى الكلمة يعني من الطحالب ومن اللي نحنا نسميها بالعامية الشبو. نعم. اللي هي تتقمع في الارضية. نعم. نزين. اذا انت تمشي واحد يمشي على الارضية هذه ما يقدر انه يتوازن. نعم. فكيف عاد في بالك انه قياد يقرر القارب وهو ينزل القاربة من هذه الممر. نعم. ما ما ممكن يعني انه يبيه توازن. نعم. كم اللي ينصابوا معنا وكم اللي ينزلقوا. نعم. وصارت صراحة هذه المشكلة ما وليدة اليوم. يعني صارت في اجتماعات عند الشرطة وعند زراعة والبلدية والمحافظة مسقط. يعني استمرن لقدة سنوات. بس للأسف يعني ما فيه تقاوب ولا فيه حلول يعني ما حد ثوان حلول. نعم. الحين نحنا ما نقدر نطلع البحر اللي ننتظر البحر لازم يطلع ويغطي هذه الصبية بالكامل يكون المنسوب الماء مرتفع حتى نقدر نحنا ننزل القوارب. وحتى لما نجم البحر وشفنا البحر نازل عن هذه الارضية اللي هي الاسمنتة الصبية الممر ما نقدر نرفع قواربنا الا لازم يكون اه الماء او البحر منسوبة مرتفعة على هذه الصبية. وهنا هيك عنها ذاك بيولد مثل نحنا نسميه صي هذا يقي مثل اه شي يعني اه اه كيف شرح الاجيام اه شي مدبب يعني فيه اه شي يعني لما اذا تست عليه على طول يعني يقرح اه يسبب لك قروح في اله في الرقل. نعم. وفيه اه اه نحنا اقترحنا عليهم يعني على جنب الشاطي الشاطي هو شاط الداب ينقسم الى قسمين وفي الوسط فيه حصى هذا الحصى يعني الحين لما تويوا المينة فيه كاسة المواق منع الموق من دخول الى الشاطي او دخول الى منطقة الداب هذا الحين الحصى ما منه ابدا اي يعني مثل ما تقول فايدة وقودة فاقترحنا عليه ميزال في الحصى وانشاء يعني شاطي رملي مكان هذا الحصى بس ما نعرف امرأة الشرطة يقولوا هذا الحصى تابع للبلدية والبلدية تقول لا تابع للشرطة ونحنا قلتين في حيرة ولا حد المعاناة قائمة لحد يومك هذا يعني. نعم. الان خلاصة هذه اللقاءات الان واضح من كلامك بدر انه واشكلتكم واصلة لجميع الجهات. نعم. وين وصل الموضوع مع هذه الجهات ومن هي اكثر الجهات تبنيا لهذا الموضوع متابعة فيه حتى نتمكن نحن كذلك كوسيلة اعلام انه نبحث يعني عن ايجابات واضحة اين وصلت الحلول اللي اقترحتوها. والله هو الشرطة اكثر الجهة اللي هي معنية بس لانه كون المشروع يخص شرطة سلطانية. نعم لكن المتضررين حاليا هم صيادين. اي نعم. طيب اذا المتضررين صيادين. الان الراعي الاول ما للصيادين المفروض انها تكون وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وهي المفروض يعني تعرف احيانا بين المؤسسات نفسها المفروض تكون الامور اكثر سهولة ما بين الافراد والمؤسسات. يعني هي تقدر تصل الى التفاهمات احيانا معينة بحيث ان نتحل بعض الاشكاليات. فحن كذلك يعني ندعو وزارة الثروة الزراعية وسمكية وموارد المياه انها تتبنى التحرك في هذا الموضوع واجاد حلولة حلول يعني لانه الان وانت تتحدث انا اتذكر بعض تفاصيل هذا الموضوع. اتوقع خصصنا لقبل سنوات حلقة هنا في برنامجنا. نعم نعم وزرناكم معنا هنا. ضمن الحضور يعني. اي وزرناكم وقزاكم الله خير. فيثير الاستغراب انه الى الان يعني لا زالت. لا لا والله الى الان وعملونا نفس الشيء اللقاء الصحفي وقاي وزاروا الموقع وانتكم الصور. نعم. الشارحة لذاتها يعني. نعم. فلحد يومك هذاك ونحنا نتردو وفي النهاية نحنا مثل ما يعني الواحد تعب بنكسر ما يعني يعني. عشان كذا نقول ان المؤسسات وحدها لازم تتفاهم في فيما بينها. لذا نحن بنوجه هذه الرسالة وهذا المداخل الان وكالمتك بدر. الى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ونسمع يعني اذا كان لهم دور في متابعة هذا الموضوع. والله يعني حتى ابسط الحلول نحنا قلنا له من زينا يعني نبه نريد هذا اللي هو يسميه القسر العايم. على اساس انه نحنا نخلي قواربنا وننزل فيه الى الشاطي. اه ما حد عمل. نحنا تكلفنا وحدنا يعني بمجهودات شخصية. قبنا هذا اقرنا تشيول بالساعة. بالسعر بالساعة يعني طلب تشيول اه استعر الشي البلاني يعني. صحيح. فما قدرنا. طيب. ذلنا بعد الحصة يعني فيه اماكن فيه مكان. اه قنب اللي هو نحنا القسر هذا على قنب الشمال فيه مكان. يعني ممكن. كم عدد قوارب الصيد هناك يعني كم عدد قوارب اللي عندنا نحنا شوف انا مثل ما خبرتك يعني اه الشاطي ستاب ينسقلها شطين. فيه شاطي نحنا نسميه يعني القانب اللي هو اه الغربي والقانب القنوبي. اه يعني الغربي تقريبا اه عددهم ما يقل عن ثلاثمائة قارب تقريبا هناك. اه. ونحنا تقريبا يمكن من بين خمسة وثلاثين الى اربعين قارب. اه. فحتى ناس فيه ناس ما محصلين ابدا مكان ايه اقو قواربهم على يعني يخلوهم في البحر. نعم. سبوع سبوع سبوع. هذي واحدة مكلف يعني يبغالك يستوي لك هذك المادة اللي ضد الصدق. نعم. اه. هذه واحدة مكلفة بين ثلاثمائة ريال الى مئتين وخمسين الى مئتين وسبعين ريال. نعم. ممكن بعضهم هذا ممكن بعض الصيادين هذا مصدر دخلهم الوحيد يعني هناك. اكيد. اكيد نحنا الحين اه انا اكلمك عن نفسي في عندنا حد من الاهل. يعني طاحن صاب. قل سلك ممكن سبوع. ما قدر يروح اه البحر يعني من طاب طايح من ظلق على هذه الارضية الارضية الاثمنة. طيب. ولا حد سوى له شيء ولا حد من يسوي له يعني. طيب دخلنا نتابع في هذا الموضوع يعني موضوع الى ابعاد كثيرة يعني يعني سلامة اول شيء صيادين هذا هو كل اعتبار وبعدين الصعوبات اللي واجهوها وما شيء مشكلة ما لها حل. وانتو بروحكم يالسين تقدموا حلول ما لفقط تتكلم عن المشكلة. لا لا في حلول وعندنا اقول لك الحين الحين هو الحل يعني ما نعرف نحنا من من وقت نظرنا يعني نحنا نشوف الحين اه الكاسة اللي مواق اللي عملوا في في هذا في ميناء خفر السواحل. حتى الماء اصرا ما يتغير كيف الموق. الموق حتى الموق ما يدخل الحين خلاص. صار كأنه بندر يعني. صار كأنه اه شاط كأنه خور يعني. حتى ما بي تغير في الماء. فالحصة ما منه فايدة اصرا يعني. يعني لو ان شاء الحصة بيتوسعوا هناك الاهالي اللي صوب الثاني. ونحنا نفس الشي بنتوسع. يعني بيكون فيها ريحية. انت تروح وتقي البحر. فيها ريحية. يعني نحنا صح. انا ما اقول لك انه نحنا يعني مرة مزاولين المهنة. نزاول المهنة في ايام اه القمعة والتب لانه بحكم عندنا اعمال. لكن الناس صيادين يوميا هذا مصدرق رزقهم يعني. نعم. طيب. ايو. طيب. ما يعني. زين. زين. نحن شاء الله يكون يفكون من هذه المعانا. والناس ترتاح من اه من هذه المعانا اللي طالها سنين وجهور يعني. بايدن الله تعالى. شكرا لك يا بادر.